أنا كنت فاكر أن أنا حريح في الفترة دي أنا تعفت من التقرير والتقريب يتكلم على معايد ماتشاة الأهلي أنا أصلا تعفت فما بالك باللعيبة والجهاز الفني مهم تكلم بقى عن ماتش النهاردة بإذن الله رب العين طبعا ماتش النهاردة قدام فريق كبير زي فريق الهلال سوداني الشقيق بالتأكيد مباراة مهمة جدا 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 ومصرية الفرقتين مصرية مشوار الفرقتين طبعا زي ما قلت لحضراتكم النادي الأهلي عنده فرصتين تعادوا لأفوز ولكن تعودنا من النادي الأهلي أنه دايما بيلعب على الفوز علشان إن شاء الله بإذن الله تقهل لدور ربع النهائي وطبعا في قرع بقى هتتعامل بعد كده يوم الثلاثة الجاي علشان تحديد مواجهات دور ربع النهائي النادي الأهلي استعد كويس برغم من إن الوقت كان ديق جدا وبرغم من إن الغيابات بتزيد في الصوف الفريق يمكن الدفاع النهاردة بيفتقد حمد هاني في رمي ربيعة وفي غيابات أخرى طبعا في المصابين اللي جايين من المنتخب لكن الفريق متحفز وجاهز لأن الجميع عارف إيه معنى أهمية ماتش النهاردة اللي إن شاء الله منها تكون نقطة الانطلاقة نحو اللقب رقم 11 وزي إن شاء الله زي ما إحنا اتعودنا السنتين اللي فاتوا وكأنه يعني فقل حسن إن إحنا يعني المركز التاني في المجموعة بنبقى دايماً السنة اللي فاتت والسنة اللي قابله واخدين المركز التاني ولو إن إحنا ما نحبش حيط المركز التاني دي قوي ولكن زي ما أقول لحضراتكم السنتين اللي فاتوا لما خدنا المركز التاني في المجموعة جبنا البطولة السنتين متولتين سإن شاء الله السنة دي يتحقق المرة الثالثة على التوالي بالتأكيد طبعا الجميع في النادي الآلي سواء جهاز فني أو لعيبة عارفين إن فرصة الهلال النهاردة الوحيدة إنه يكسب إنه إن شاء الله ده مش هيحصل إن شاء الله والجميع بما فيهم طبعا مستر موسماني إنه كان متابع فرقة الهلال كويس قوي 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 الفترة الفاتت عارف نقاط القوة ونقاط الضعف في فرقة الهلال والأهلي كمان ما ننساش النوراه حاجة كبيرة جدا 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 توفيق ربنا وجماهيره اللي هتكون النهاردة إن شاء الله موجودة في الملعب خمس سلاف مشجع ولكن خمس سلاف مشجع بمقام خمسين ألف لكن الخمس سلاف مشجع دول بمقام خمسين ألف في الملعب وهم كمان ممثلين للملايين اللي بيشجعوا النادي الأهلي وإن شاء الله يكونوا كلمة السر النهاردة في تحفيز لعبة النادي الأهلي ولو إن لعبة النادي الأهلي يعني مش محتاجة حافظ لأنها عارفة أهمية الماتش وعارفة أهمية كل ماتش إنما محتاجة الجماهير محتاجة دعم الجماهير بإذن الله إن شاء الله ماتش النهاردة يرجع لنا الابتسامة يرجع لنا الابتسامة اللي ضعت مننا الماتش اللي فات ماتش مصر وسنغال ماتش النهاردة أكيد مستر بيتسو مسماني عمل له ألف حساب لأن ده كمان بالنسبة له غير بالنسبة النادي الأهلي كمان بيمثل بالنسبة له تاريخ جديد لأنه بيسعى للتدويج باللقب التالت مع النادي الأهلي إن شاء الله ضعون الله لأنه ساعتها هيكون المدرب الوحيد بإذن الله اللي حقق اللقب في ثلاث بطولات متتالية بعد تحيه طبعا التسعة والعشرة مع النادي الأهلي هو بيسعى إن شاء الله لإضافة اللقب رقم 11 الفترة اللي فاتت النادي الأهلي طبعا زي ما حضرتكم عارفين كان واخد فترة راحة وبعدين رجع من فترة الراحة عمل تدريبات وخدوا تدريبات جماعية مجمعة لما رجعوا الدولين من ثلاثة يام وطبعا كان فيه تركيز عالي جدا لعيبة خادت زي ما أقول حضرتكم جزء من الراحة عشان استعادت جهدها للفترة اللي جاية وإن شاء الله بإذن الله النتيجة هتكون بداية من ماتش النهاردة بداية من ماتش النهاردة دي الانطلاقة بإذن الله للنادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر